الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أبناء الطلبة أينما كنتم وحيثما وجدهم سلام الله عليكم إذن يوم أجب لكم تمارينات مقترحة للحل ما معنى التمارينات؟ يعني أنتم اللي راح تحلوها راح نبعث الفيديو ولكن ما نديرش الحل مباشرة راح نخلي لكم وقت كافي باش تحلوها ثم في الفيديو القادم إن شاء الله سندير لكم الحل إذن التمارينات الأول يقول سأل أب ولديه أحمد وسليم كم عندهما من المفرقعات؟ قال أحمد لو أعطيتني ثلاث مفرقعات يصبح عندي مثل ما عنده سليم وقال سليم لو أعطيتني ثمانية مفرقعات يصبح عندي ضعف ما عنده أحمد إذن سؤال ما هو عدد المفرقعات التي يملكها كل من أحمد وسليم؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول إذن السؤال التمرين الثاني هو عبارة عن مسألة إذن ركزوا معي إذن تقول المسألة الشكل المقابل يمثل قطعتين أرض مهيئتين للبناء القطعة ABCD مربعة الشكل اشتراها علي بسعر 4 ملايين دينار جزائري حيث يبلغ سعر المتر المربع 10 ألاف دينار جزائري واشترا عمر قطعة مثلثية الشكل BCE بسعر 12 ألف دينار جزائري للمتر الواحد إذن السؤال يقول أحسب مساحة القطعة المربعة ثم سؤال ثاني أحسب طول BC إذن نركزوا معي هذا هو الشكل إذن عدنا مربع ABCD ثم عدنا مثلث BEC وهذا الضلع BBM وهنا مدلنا CE يساوي 30 متر إذن نحن 30 متر بالنسبة لC حتى E هذه هي المعطيات اللي مدلنا إذن ننتقل إلى السؤال الثالث السؤال الثالث وش يقول إذن نركزوا معي إذن السؤال الثالث يقول أحسب مساحة القطعة التي اشتراها عمر إذن قلت السؤال الثالث أحسب مساحة القطعة التي اشتراها عمر رابعا ما هو المبلغ الذي دفعه عمر ثم هذا هي الأسئلة الأربعة ثم الشطر الثاني عجز علي عن دفع المبلغ المستحق لشراء القطعة المربعة لذلك تنازل عن الجزء بي سي أم يعني هذا الجزء بي سي أم ثم نضع سي أم سي أم يساوي إيكس اكتب الهول انكلكم هنا إذن سي أم هنا يساوي إيكس سي أم قطعة المستقيمة هذه تساوي إيكس ثم موش قالكم إذن سؤال ألف عبر بدلالة إيكس عن مساحة A B and D A B D عفل عن مساحة A B and D A B and D يعني هذا هذا الشكل ثم عبر بدلالة إيكس عن مساحة M B and E B and E يعني هذا المثلث ثم أخيراً أحسب قيمة إيكس حتى تكون مساحة الرباعي A B and D والمثلث M B and E متساويتين هذا بالنسبة للمسألة إذن راح نعرض عليكم أول المسألة يعني التمرينين ثم أطلب منكم محاولة الحل مراش ندلكم كما قلت لكم الحل اليوم ولكن نخلي لكم بعض الوقت لبلش تحاولوا فيها أطلب منكم قليل من الجهد وتحاولوا فيها يعني مسألة أنا عندي رائعة يعني فيها المساحات فيها إنسان يبذل شوية جهد يلقاها يعني هي ليست مسألة صعبة ولكن هي وضعية إدماجية إذن هذه هي المسألة هذا هو الشكل إذن أتمنى لكم النجاح والتوفيق ومراجعة موفقة وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصحف طوركم وإلى الملتقى إن شاء الله ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته